عايزين نشوف في الفيديو ده ازاي نعمل آآ نافذة جديدة يعني الغط على الزرار ينقلني لنافذة تانية الحكاية دي كنا بنعملها في عن طريق ايه عن طريق كان في حاجة اسمها هنا برضو في في ازاي آآ مثلا انا عايز بما اضغط على الزرار ان هو ينقلني للنافذة الجديدة فطبعا الزرار اللي احنا كنا عاملينه اللي هو ايه اللي هو ده كده ده الزرار ده طيب وكان آآ بتاعه اللي هو الفونكشن دي اللي هو الفونكشن دي طبعا احنا كنا في فيديوهات قبل كده عاملين فيها ان هي امبوت دايلوك نضغط عليه يفتح لي امبوت دايلوك احنا مش عايزين كده بقى عايزين نضغط عليه يفتح لنا نافذة جديدة فنعمل الكلام ده ازاي عن طريق طوب ليفل مسلا هسميه طوب بالشكل ده بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي طوب ليفل وطبعا آآ ده كده الطوب ليفل اللي عندك المفروض ما فيش حاجة تانية هتتعمل فيه انت لو جد تفتح بقى دلوقتي وتشوف تضغط على جو هتلاقي فتح لك فعلا النافذة جديدة هي دي النافذة التانية اللي عندك اللي هو الطوب ليفل اللي عندك طيب الطوب ليفل ده بقى فيه شوية خصاص ان انت ممكن تتحكم برضو بالحاجات اللي موجودة فيه لاني الطوب ليفل ده هو نافذة زي النافذة الرئيسية اللي انت شغال عليها فلوه نفس الخصائص بتاع النافذة الرئيسية اللي احنا اصلا شغالين عليها اللي احنا شرحناها في اول فيديو خلص في الكورس اصلا فممكن اعمل طوب دوت اه مسلا طايتل وسميها اه نيو ويندو مسلا وممكن يبقى فيه طوب دوت جيومتري وهديها مسلا اه الف اربعة وعشرين في سبعمائة وعشرين بالشكل ده ولو جيت فتحت وضغطت على جو هتلاقي فتحت فعلا النافذة التانية هي ورا هي دي كده النافذة التانية وفعلا اسمها وهي طبعا الف اربعة وعشرين في سبعمائة وعشرين فتمام فدي نافذة تانية تقدر تفتحها وتحط عليها وجهة خاصة بها يعني مسلا ممكن احط عليها آآ ليبل مسلا فممكن اعمل ايه ممكن اعمل ايه اللي بي ال وان اكوال ليبل آآ سي تي كي دوت سي تي كي ليبل وحطه فين احطه على الويندو لا خلينا نعمل برضو ونحطه جوا اللي بول ده فهعمل اف وان مسلا اكوال سي تي كي دوت سي تي كي فريم وخلينا نقول المصدر ان هو الطب وبعد كده خلينا نقول ان انا هعمل اف وان دوت باك وخلينا نقول باد اكس بعشرة باد واي بعشرين خلينا نقول برضو بيساوي وخلينا نعمل نعمل له في البص في الاتجاهين برضو عشان يملأ شاشة كاملة فهيبقى هيبقى ايه بص بالشكل ده طيب اه انا هحط اللي بول ده على الفريم فهخلي المصدر بتاعه اف وان وبعد كده ممكن اعمل ايه او ميل مسلا اللي بي ال وان دوت باك بالشكل ده وهندي له باد واي بعشرة عشان بس يبقى على بعدة مسافة واي اه بعشرة من الفريم فلو فتحت وضغطت على الزرار كده هتلاقي فعلا فتح لك ايه النافذة التانية بالشكل ده وفيها الفريم وفيها الليبل وتقدر تعمل لها ديزاين عادي خالص جوه هنا اه جوه الفانكشن دي بحيس ان انت تضيف جواها الايه الحاجات اللي انت عايز تضفها في النافذة الجديدة بتاعتك فده كده بالنسبة للطوب وهنشرح بعد كده في الفيديو الجاي بقى احنا طبعا كده خلصنا اللي موجودة اللي احنا نقدر اه نستخدمها في فنشرح بقى في الفيديوهات الجاية ازاي نعمل نافذة مسلا ممكن نخليها مسلا نافذة تسجيل دخول عادية بحيس ان نقدر ننتقل من نافذة لنافذة وهكذا ولكن اه نربط الكلام اللي احنا قلناه ده كله بالاو او بي بقى بحيس ان احنا نشوف ازاي ننفذ الكلام ده باستخدام علشان عايز التطبيق يبقى منظم اكتر من كده شوية انت هنا تحس ان كل حاجة دخلة في بعضها انت منتاش عارف مين بتاع مين ولكن في الاو بي هتلاقي الدنيا منظمة اكتر شوية